اتحاد الكرة عقد فيه مؤتمر النهاردة لنائب أحمد دياب رئيس الربطة حرص على توجيه الشكر لزميله في الربطة على المجهود اللي بزلوه في الموسم وقال ان انا بشكر اتحاد الكرة على التعاون وكل انديت الدور ومجالس اداراتهم على تجديد الثقة في مجلس الربطة وقال ان احنا عملنا اجتماع تنظيم النهاردة هيكون فيه كمان اجتماع خلال اسبوع لمناقشة كل الامور وقال نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي ونعمل بروح واحدة وهدفنا واحد هو الارتخاب الكرة المصرية بمناسبة الارتخاب الكرة المصرية المنتخب اللي بيقوده البرازيلي ميكالي بيواصل معسكره اللي بيختتمه بخوض مباراة ودية بين لعيب الفريقين يعني تأسيمة فاز الفريق الأحمر 30 سجلة أحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد عبد الرحمن أجوير وأحمد سيد غريب إيه ده أحمد سيد غريب ده أجنبي ده ولا؟ فيه فيه إيشو وفيه أجويره أنا عجبني قوي الدوري المصري والكرة المصرية باتسابير عمره بالمواهب يعني عندك ميسي وعندك نمار وعندك بيكم وعندك دلوقتي أجويره وعندك حاجة ده أنت عندك يجي 3-4 ميسي الارجنطين معنداش غير واحد فبسم الله ما شاء الله علينا داخلين على أيام مزهزه متفرنجين قوي ده كان إطلالة سريع على آخر المستدات الخبرية